أستاذة هيبة معانا تفضلي أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذة هيبة تفضلي لو تمحت حضرتك أنا عايز أسألك سؤالين تفضلي حضرتك إحنا مبتليين بإخواتنا زروبهم متيسرة وعندنا أخونا مسافر برة وما بيرضاش يصرف علينا ولا يرضى يديني حاجة هل جبت لا؟ طيب تفضلي في تليفون مرضيش يديها بيقول لها ماليش دحوة أنا معايش والسؤال التاني أنا اتجوزت واحد إنسان مش كويس مرضيش يصرف عليها ومرضيش يجي يطلقني وخلاني أرفع كلها وأنا عايز سنة ونقصة في المستشفى اتقابت وجالي اتقابه مرض نفسي بعد الشار اتقابت وفي المستشفى عاد وبقيت أصرف الكشفة بعمل جنيه وما بيصرفش عليها وربعت كلها ويقول يا معامي ومرضيش يربعني قضية كلها ويقول لي روحي ترفعيه عندي واحد وتفاعله فلوس تبعدي هدي بالك يا هيبة بس أولا الإخوة دولة لو كانت أمهم فعلا لا تستطيع أن تنفق على نفسها واصلت إلى حد الفقر وزوجها مش موجود فأولادها يجب عليهم إنهم ينفقوا عليها لأن الفرع أو الأصل إذا افتقر والإنسان يستطيع أنه ينفق يجب عليه أنه ينفق وعدم إنفاق الإنسان على أهله مع وجود القدرة على النفقة ده يفتح باب الإثم بل قد يقع الإنسان في الكبيرة وهي كبيرة عقوق الوالدين لكن هو إذا ما كانتش مستطيع خلاص هو لزيك الله حسيبه الله حسيبه ومن أحد الأشياء اللي تمحق البركة هو الدعاء الفقر ومن الأشياء التي تمحق البركة هو عدم بر الوالدين فإذا كان هو قادر على إنه ينفق على أمه فهو يجب عليه إنه ينفق عليها وده شيء مهم جدا وأنا مش عارف أي قلب ممكن يستحمل إن والدته تعيط له في التليفون وهو معاه فلوسه ما ينفقش عليها فكلامي لإخوتكم إن إذا كانوا هم قادرين على النفق عليها يتقوا الله سبحانه وتعالى وعلى فكرة هذا الأمر سيجعل الأموال عندكم تكون وبالة مش تكون نعمة النعمة في المال بتكون بإن إحنا نصر في محله ولكن المال إذا كان ينفق في غير محله بيكون نقمة على صاحبه إما السؤال الثاني فزوج حضرتك لو كان زوج حضرتك ده دررك لغاية ما وصلت إن أنت تتركي لي وتخلعي وتتنزلي عن أموالك فقد ظلمك والظلم ظلمات يوم القيامة وحضرت النبي قال فمن اقتطعت له حق أخي فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها وليدعها فأنا أكلم زوج حضرتك لو هو عمل كده يتق الله سبحانه وتعالى ويحسن إليك عساك تفتكريه بدعوة بظاهر الغيب والله سبحانه وتعالى يوسر عليه أمر يا سادة اتقوا الله في النساء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فاتقوا الله فالله سبحانه وتعالى يكره إن الإنسان يظلم إنسانا آخر فما بالك إذا كان هذا من النساء التي وصى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله